طيب سيد عصام يعني انطلاقا من عملكم وتجربتكم في هذا المجال يعني هل تبين فهم واستعاب ربما هاد المسطرة دي للتعدد أم لازال في مجتمعنا بازال بعض الغموض يكتنف هاد النقطة دي للتعدد ربما كين حالات لي يعني ربما كين حتى إذا ما قبلتش مثلا المحكمة كين زواج بالفاتيحة كين علاقات لي غير مشروعة ربما هاد اللي تولد على هاد العدم فهم المسطرة دي للتعدد من طبيعة الحال أستاذ خادشة هنا تفاعل المواطنين بشكل عام ومتقضي بشكل عام مع مسطرة التعدد تفاعله النسبي على اعتبار هنا أن فعلا هناك مجموعة من الأزواج الذين لا يتقدمون أو لم يتقدموا في مرحلة معينة بطلب التعدد إلا في حالة وجود ضرف استثنائي أو مبرر الموضوع استثنائي فعلا ألزمهم ودفع بهم إلى تقدم ذلك الطلب ذلك مثلا في حالة وجود ظروف معينة يستحيل معها على الزوج أن يستمر في تلك علاقة الزوجية دون أن يتقدم بطلب التعدد والزوجة بزوجة ثانية في حالات المقابلة هناك بعض الحالات التي يتقدم فيها الأزواج فقط بطلبات للتعدد دون مبررات واقعية ودون مبررات فعلا مساندة على أساسات واقعية تبرر رغبتهم في التعدد مثلا تلك الطلبات التي ترمي إلى التعدد فقط لأن الزوج أراد أن يتزوج بزوجة أخرى بدون ذكره مبرر مثلا في الحالات التي تتقدم بها الزوج للطلبات هنا من أجل أن ينجب مثلا أطفالا دكورا في حين أن الزوجة الأولى تنجب إينات هنا يمكن أن نناقش هنا هل الزوجة مسؤولة عن إنجاب الدكورة من البنات العلم ذهبها في تجاه معينة لا يعتبر أن هنا مسؤولية الزوجة في إنجاب الدكورة من البنات أو البنات ربما مسؤولية جد منحاصرة وأن الزوج هنا علميا هو المسؤول عن الصبغات الوراثية هنا وكذلك عن محددات الجنس في الجنين هناك بعض طلبات ترمي إلى التعدد فقط لأن الزوجة كبرت في السن هل هذا المبرر؟ فعلا في نظر الأزواج يسمح لهم بزوجة ثانية موسيقى